السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته هنا في مكان هذا محل جزر خدمنا قدامه محل جزر يعني مستحيل في طريقة ثانية غير هذه يعني مستحيل أن أخذ المكان البيت وطرق هذه المساحة ثم يشوف المحل فياسر يعني أنا آسف بس بيصير شيء الحين حلو مرة أنا قاعد أفكر أني أقتل الأرنب حقك كذا بس ما أنا بسويها يعني ما نبوص خلال درجة يعني بيننا محاكم بس بإذن الله ما تنتحي الحلقة إلا تشوف محل قدامك بس ما ديش يقول صراحة ولافة قاعد أعزز لي الله يعافيه أعطاني القولد هذا قلت لها ما أحتاج أو أدروني شو قلت زار فينا نوريان يعني منك فجأة قال فجأة قال لا أباك تنتقم قلت لعن صالبة إنه محل ينزره بذاء كلمة الله من حقك تنتقم بينكم محاكم يعني الواحد هين يحتار وش سوي بالضبط هل ولا ما هل فخلونا نجمل حين موارد سوي زي هذا بالضبط ونزره في محل ياسر أنا ودي أزر في الجزر بس ما يسويها أنا عندي أجزة نفسي يعني زره في محلي بس ما أزر فيها غراضة أنا يا ياسر لا صيدك ياسر من إما أنه ما عندنا ولا محل وياسر عنده محل ومحلين وثلاثة عنده حق السكيلتن أو رؤوس الوذر وعنده الألايترا وعنده الحين الجزر شبقة لنا ياسر المفروض تعطينا مجال يعني يتنفس شوي لكن هيهات هيأسر هيهات هيهات خلونا حين نجمع كونكريت أتقل وراح نراجع لكم بإذن الله insan خلص المحل ونرتاح صراحةً لأن المحل بياخذ مننا وقت سنتقون يبغة الألون أخبر فىى شوية أتراجع لكم بجمع صبار بجمع ألوان بجمع كل شي طيب مثلما تشيفون جمعته جزر بالطريقة هذي اللي هي أضغط F3 معتيه ويعلق على الزر آخر زر وجطع مثلا أنا تضغطfon يعلق على كليك يسار حتى لو تركت الماوس فرحت تاكل رحت اي شي ترجع له قاعد يكسر مثل ما تشوفون حتى قاعد يكسروا البكاكس وعلق على البكاكس وبنفس الشي سويتها مع الكونكريت يوم جيت اجمعه ضغط كليك مين كليك يسار وضغط F3T وجمع كمية جامدة وسوينا المحل اين انت يا محل اين انت اين انت اين انت ياسر انا انت في ناس من قبلهم من مقطع بس احطوا نفسكم مكاني هل انا غلطان ولا ياسر غلطان دعونا نفتح الشنطة نطلع الاغراض نحتاجه في البناء وهذا الشي بعد مهم سكر الشنطة نشيل وننقل منه كل شي نحتاجه المو مننا ما راح تشوفون كل شي في البناء لان اغلبكم يطفش راح نخلص المبنى هذا نغشه من ياسر يسوي زي زي كل شي حرفيا زي في كل شي ونحط عيوني حمر يوالك ياسر يوالك هلوين رحنا البيت وضبطنا المكان وكل شي بس في مشكلة كبيرة مثل ما تشوفون خلي شوف كم معنى كمية جولد هذا المكان يعني انه معنى جولد اذكر انه معنى جولد يعني اوكي خمسة وخمسين طمادر هل هي تكفي ولا لا لكن نحولها وسوي كذا اتوقع يمدينا سوي ستاك يب يمدينا سوي ستاك حلو اللي موب حلو انما سوينا الا اربع ستاكات وقل من ربع بعد كمية الجولد اللي ما نعطاني لابا لكن المكان اللي حطيت فيه القولد راح تشوفون الحين حرفيا القولد حقي خلص جيب لابا بجيب لابا واضح اني بزرف لابا لابا ناسف من الحين يعني بس ياسر كهرني والله ياسر كهرني خلاني يستعجب المحل سبتها الشيء التافه اللي هو محله اللي في سبون يعني ياسر لديك محل بحلين غيره يعني ما خلتني لا خلص منطقتي ولا سوي شيء حرفيا اليوم اللي راحت ما دخلت من مينكرافت ابدا سبت اني شغلت صراحة وقلت لا ما حل نسوي محل يعني ليش احد يسوي محل وانحاط لوحة ان شاء الله تلوحتي وانحاط محل وخلوا راح سبون وريكم سويت ويصح في كم شخص قال لي اخذ هذا البلوك اللي هو بوليست بسلت اتوقع ان عندي في البيت منه لكن لا ما كان كذا يا طيب كان كذا يب فاحتمال اني احطه من ضمن الارضية اللي عندي مع ال والله انسيت شي اسمه البلوك اللي عندي بس بدي بس انسيت شي اسمه طيب يا سلام يا سلام يا بقال ضبط محلك وحط الجزر باللون الذهبي وانا كنت افكى فيها صراحة بس ما كان ما يذهب فما قصر اعطاني ستاك واربعين تقريبا ايه صح هذا الشي لازم نعدله مش هذا قلد محل ياسر بس ما عندنا البلوكات هايذي ترقيع مثل ما تشفون لان ما في شي باللون الاسود يجي مثل السلاب لكن هذا اقرب لون الاسود ما عندنا ماي لل يعني بلوك غريب كذا ما مدي شلون بس انه يعني لو تلاحظون شوفوا هذا شوفوا هذا لا هذا هذا اغمك هذه الشي اللي نضاي يعني خلصنا محل نسخ لاصق يعني حتى الجزر ذراج جزرات هنا ذراج جزرات شوفوا واحدة وواحدة هنا واحدة هنا كلها من ذهب طناخة هنا طناخة واخر شي ما من ذهب خلص الذهب فبنضبط المحل ان شاء الله في هذه الحلقة صبر هذه ما حطينا ما ضبطناها هذه لازم نشيل هذه الاذن المايلة هذه حلو فعب المحل الحين لما شوف حل مع القولد يعني انتزر سهل مرة مثل الطريق اللي وردتكم اياها في بداية حلقة زي كذا 3T مع بعض في نفس الوقت هذه المقطع يمكن ينزل لكم قبل عيد بيومين فكل عملتوا بخير مقدما واللي ما شترك يشترك خلونا كذا خلاص ما بقي شي يا شباب ما بقي شي والله منقهر منقرنا ما وصلنا 800 الف صح لي ما كثرت مقاطع منكرو بسترامانكرو شي متعب رمضان الوقت يصير جدا 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 يعني نعتذر ان ما نزلنا حلقات كثير لكن عندي افكار جدا كثيرة يعني عندي اربع حلقات مباح اربع والله يمكن ست سبع حلقات قدام فاقدر اسويها بالراحة بس ان شاء الله ان ما حد يسبقني في الفكار خلصنا الذهب الذهب يبين ان الجزرة مغروسة على كلام ياسر والله العظيم ان ما كان ودي ان يسوي زي ياسر لكن اللي خلاني يسوي زي انا سوى محل قدامي يعني مقابل تقريبا فا شوفوا شوفوا الصور كنت بسويها تقريبا كنت بحط ارنب وحركات وفاة فمه والمحل قدام او المحل داخل فمه ومن جوه قولد وحركات بس سياسة خربها فعطيت العيون الحمراء بس من الاخر خلنا نكتب هنا موقعا عدو ياسر عدو ياسر بيفهمونا على طول خلنا نكتب عدو ياسر لما نعبي المحل ونضبطها يعني انا خاف ان واحد ما شباب يصور فاذا صور عادي يعني لا تقدون تكروشونا حتى لو نزل قبلي بس غالب ان بيزلكم يوتسي بعدين الحلقة هذه فهنا انا خلص ارتحت نفسيا بس باقي نعبي المكان ونعبي المحل لازم نعبي ثلاث ستات كاملة ونحط طريقة دفع الكرو كوين هذي ونكسر سعر ياسر ياسر حط سعر ثلاث ستاك ون كرو كوين بحث ثلاث ستاكات ون كرو كوين حتى لو اني مطفر قول شفو عب واحد ثلاث 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 شوفي ناس اخذوا كثير ما تشوفون وشوفوا اللي هنا بعد وشوفوا اللي هنا فبتلقى في ياسر انا اسف بس نشوف كم اوكي ثلاث ستاكات ون كرو كوين انا بحط ثلاث ستاكات ون كرو كوين الى هنا نوقف نرجع لكم بعد ما جمع كمية كبيرة من القولد واحتمال استاذه من لاذا وناخذ مننا القولد من القولد فارم حقته الجزر سهل بس القولد صاري طيب العافية في وصلتها للحد اشترك بعيد زرية تنبيهات شويات ورجع لكم طيب رجع لكم في يوم ثاني مثل ما تشوفون لافا الله يعافيه اعطاني ثلاث ستاكات كولد اكتبت لف الدسكورد لافا ممكن يعني اخذ لافا حطها ثمانية كرو كوين خلونا نقصر الصوت هنا يقول مهم مهم لا تذبح مدريش هنا يقول ثمانية كرو كوين تقدر تاخذ كولد زي ما تحب لايف تايم يعني الى الابد يعني ما تدفع لثمانية كرو كوين وتيجي هنا كل ما تبغيت خلاص تيجي هنا جمع كولد فاعطاني حين كمية الكولد لكن بسوي كرو كوين عندي باذن الله وراح اعطيه او حطه هنا عشان اخذ متل ما بغيت وما اروح اقول لافا لاني توني ادري ان نمسوي هذا الحركة صراحة طيك الف اافية لافا خلونا نحن نروح مكان ثاني اللي هو مكان في فصول مكان في فصول شفيه مكان فصول مثل ما تشوفون هنا عند هذا الموب تراب طبعا هو قال لي اي وقت تبغى تعال خذ اللي هو البون ميل البون ميل اللي قروشنا وكل شوي كنا نطفر عشان نروح لعبد الله نقول لا اه عبد الله بالله رخصنا السير موجود هنا بون ميل مثل ما تشوفون فاك ساكين ثلاثة اربع ليش باخذ اربع والله عشان عشان سالفت انه ما انا ارجع مرة ثانية خلاص مرة واحدة وخلاص والله مكان او منور زين وقريب ان شاء الله انا فصول بنسوي شيء خرافي باذن الله يا رب انه ما حد يسبقنا بس يبغى له وقت شويتين لانه يضول طول مرة صراحة بلونا اوكي انا خفضت البرايتنس نسيت حولو يلازم شمع المكان شويتين والله ما ادري هنا مكاننا منور اوو ستة والله بغاننا نور مكاننا يااخس مكاننا مظلم خلونا نحط هذه مؤقتة شفوا كيف هنا ظلمة انا قبل كنت وشحاط عندي في العجزات هنا هذا انت مشغل مع عمود يعطيك اضاءة خرافية بيكون اللظام مرة قوية لدغوية انك تحس انك ملع القامة على الاعلى شيء فخلونا نشمع المكان ونحط هنا عندنا هذا الاشياء والله كثير مرة مرة كثير خلونا نشيل الجولد حط هذا هنا شوف كيف ملأ ام الانفنترين عندي اوو ستاك يكمل يعني حلو سوي كذا نكمل الستاك بعد او نكمل الانفنترين كاملة حقة الانفنتر هذا حلو بلناها كلها الحين وش نسوي طبعا بعد ما يشمع المكان لاننا لازم يشمع المكان اكثر وبسم الله الهين تبدأ الحركة ها فجر كريبر والله انفجر كريبر وقف وقف يا ابني وقف وقف خرابة الاغراض حقتنا شون انفجر كريبر سمعت واحد انا جاه رسبا عندي لا سمعت ولا لا وقف يا ابني انت خرب شغل والله خرب سقط جسري هذا اللي ما شمع مكانه هذا هو الله يلقمت على وجهي بس كيف رسبنا الكريبر ما ندري بجمع الجزر وبجيكم لازم لازم نظم منطقتي يعني حاليا وصلنا الى نصف شغلنا لذا اعطانا جولد ما قصر ثلاث استاكات وغيرها اعطانا قبل ومثل ما تشوفوا معنا جزر حاليا لكن تلاحظون هنا مليت التشست هنا مليت الا شوي هنا فهذه خلص الجولد اللي عدره كل شي فهو شمي نزوي حين راح ناخذ شوية كرو كوين من عندنا حاليا معنا سبعة اتوقع وراح نروح مكان الجولد فارم وراح ندفع اللابا ثمني كرو كوين عشان ناخذ زي ما نبغى فمثل ما تشوفون حاليا معي هذا الشي خلونا نروح يا طيب هل متحقت بتنكسر والله كذا مشكلة والله معنا سبعة كرو كوين خلنا اخذ اثنين امثيست وواحد دايموند ونجيب الجولد ما ادري كم معنى جولد صراحة هل معنى زيادة ولا خلاص وعموما لازم ناخذ من لابا لان الجولد طفرنا مرة 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 يعني قاعدين ندفع اللابا بفلوسة كيف ما ندري بس صراحة نعاقصنا جولد يعني انا جمعت كل الجولد اللي معي صراحة فما ادري كيف ما معي ولا شي الهين غالب اني يعني بس خلونا نفتش فلتستاذ حقاس المكان حقنا وشي بتكلم عنه المحل اوكي زرف ياسر محلي وزرف مكاني لا تتتجمون عليه ولا تتكلوا ولا شي يا صراك يا المدري وشو ولا تتتجمون علي اللي جاي من طرف ياسر يعني ترى اللعبة عبارة عن مشاكل داخل اللعبة فهمتو ولا ما فهمتو يعني مشاكل داخل السر فقط ما هي مشاكل خارجية الحمدلله ليس اقول كذا عشان ما تفهمون غلط اوو يا سرع بنفس سلوما ما احب كذا والله ما احب كذا فأتمنى يعني انكم تتفهموا هذا الشي ان شاء الله انكم تتفهمون ولازم نلقي جولد لاننا نحتاج 6 جولد زي ما تشوفون هنا 8 كرو كوين لعب تاين خلاص ما يحتاج انك ترجع مرة ثانية ما دروش فباخر شوية جولد يا لافا انا اعتذر بس لازم اخذ شوية جولد اه واه اثنين ثلاث اربع خمسة ستة اوكي ونخلي هذا الجولد معنا بعد وندفع له حق الكرو كوين كذا كذا وثنين امبثيست واحد دايموند هذا الكرو كوين والله شكله جميل صراحة طيب هنا ثمانية كرو كوين خلاص اقدر اخذ ما انتم ابغيت هل في احد مسمي اوكي توقعت انهم يسمون الشباب الكرو كوين بس ماهم عشان يعرف مين اللي دفع ومين اللي ما دفع هل حاليا افك وبس توقع اني ارقى هنا واخذ ليفل واسوي كذا بس افك عشان اجمع كمية جولد مبطبيه يا جماعة الخير شوفوا كمية اللي عندي منكثر ما اقعدت في الجولد فارم يعني زي ما شفتوا دفعت اللابا ثمانية كرو كوين خلاص اقدر اجي في اي وقت واجمع الجولد اللي يبغاه وأفك هناك الامانة قلت اني اقدر اجمع اكثر بس طولت وشوفوا الليب اللي معي مية خمسة ستسيين مرة كثير والله مرة كثير لكن خلنا نجي هنا ان هنا جمعنا مثل ما تشوفون كمية طيبة وصراحة ما تتوقع اني خلاصتها يب ما خلاصتها شوفوا باقي شوي بس شوي بس تمتلي لكن خلونا خليها على كده ونشيل هذه اصبروا معنى انه كان لسينا هم شي لسينا هم شي يعني عندنا هذاك اللون الازرق اللي والله باقينا كم حبة يعني بغانا نملي هذاك المكان طيب هذه الله ايش دا المحلت زين ماشالله ماشالله نسينا 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 الهاور ونسينا البريل اوو فيه تشست يعني ما نحتاج الخشب نحتاج آيرون نجيب الآيرون نسوي كذا 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 نسوينا الحضر رجل آيرون الباقي والله آيرون طفرة بشكل يا ساتر اتوقعت صراحة اني اقدر اجيب آيرون مطلقة سهلة بس الكيفينج تحديثهذه جدا صعب جدا صعب انك تلقي يمكن تلقي دائمد دبستنا عليك تلقي آيرون يعني كثرة اقسم بالله العظيم متحب الوضع فبإذن الله بروح كيفين قريب نحتاج كيفين وقرب وقف تقسم بالله طيب وين محلنا الجميل نقلت فيه هذا الشخص اللي هو اسمه ياسر هادي رأي الصوت صوت متش جايي الحين الله قد حاولني تتكلم بصوت بصوت عالي بسمها ماقدر ماقدر أبدا طيب انقلنا نحفر حفرة هنا نحط لا 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 البرل الهبر رجع هذه ونكتب هنا اه شو نكتب بالضبط خلق اللي دي ياسر اللي دي ياسر الله والله أنا ياسبي ونكتب هنا ثري ستاك ساوي ون كرو كوين ممتاز الحين نحط عليه اللون هذا او شي نحط عليه أصفر نحط عليه اللون الأصفر وبعدين هذا راح يصير بهذا الشكل حلو نكتب هنا بي هير في حلو ثري ستاك ون كرو كوين تدفع هنا طراحة مفل فل مرة بس انه نحط في بالكم انه كم ثلاث 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 يعني هذي كاملة كاملة تقريبا لكن بطلع لنا ستتعاش وتسعة خمسة وعشرين حبة كرو كوين هذي لو خلصت كلها يعني بحاولني بين فترة وفترة اني اروح لجولد فارم وجمع جولد في نفس الوقت اجمع كاروت وعب المحل يعني بين فترة وفترة بدوم التصوير لأن هذا المحل هو المحل الوحيد حاليا عندي فهو المصدر الرزقي الوحيد في المحل اسمعتي ياسر امسح ياسر امسح قريب ان شاء الله بألعب مع ياسر كيفينغ اللي شاف المقطع ثاني مقطع المانكرو لعبت معه وراح ألعب معه مرة ثانية قريب بإذن الله فأحتري بس يخلص من لعبة الآبة وبإذن الله رح ألعب معه عموما يعطيك من عفو المشادي ان شاء الله استمتعتوا الفكرة من هذا المقطع انه ينزر في محلي وحاول اني أرجع واكسر السوق مع اني كنت ناوي صراحة اني ما أخلي بهالسعر يعني ثلاثة استقلات والله لنا كثيرة يعني متع بالموضوع ترى تجميع الآبة وهذا الاشي يصح عني تأفك ومدروا شو بس يجيك حبات صغيرة اللي هي لنقت لا الموضوع متعب شوي تجميع تاخذ وقت سواء من كارت ياسر يعني يكفي لا يترى شبعد شبعد عندي ياسر وقدام الآبة الظاهر لما حل حق ياسر الثاني في في متاجر قادمة بإذن الله قريبا اللي يبغى منكم اشتركوا في القائق كنتم من اشترك الله سعدكم زر اللايك انا جاء في المخطأ شوفكم على خير حتى تهجم على ياسر صراح